موسيقى الناس اللي اللي عندها فطر القدم انها عالجتها كتير ويا اما بترجع تاني يا اما ما بتخفش طبعا احنا فيه اخطاء بنقع فيها في علاج فطر القدم وهو رغم انه بيدايق ناس كتير بس هو بسيط جدا وبيتعالج بسهولة جديدة جدا لو عالجناه صح وبالطريقة اللي اقول لحضراتكم عليها الاول كده قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ الفيديو بالصلاع على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام وانتبع للاخر علشان انا زي معاودتكم في القناة ان شاء الله بقول لكم المعلومة وبنفس الوقت بجيب لكم الصور التوضحية هتلاقوها من خلال الفيديو اللي بتوضح لك ازاي تعالج الحاجة بطريقة صحيحة وسليمة بحيث انك انت ما تعانيش من الامر ده تاني هو اللي بين الصوابع ده ان تكون الصوابع المقطعة وفيه قلم شديد ده بيسببه فطر اسمه تينيا بيتس تينيا ما بين الاقدام المسبب الرئيسي ديه هو التعارض للمية وان بيكون موجود بين الصوابع مية دايما طيب علشان نتخلص من المية وايه الاخطاء اللي بنقع فيها واحنا بنعالج الفطر دوت ده اللي هقوله لكم من خلال الفيديو اول حاجة اول خطأ بنقع فيه ان احنا ما بنشفش رجلينا كويس فدايما بتبقى موجودة المية ما بين الرجلين وعلشان كده الفطر بيتغز على كده وبتستمر وبتستمر القلم وبيستمر الفطر موجود في الرجل حد يقولي لا ده انا بنشف رجليا كويس جدا وانا متأكد ان بنشفها هقوله بيبقى بتنشفها غلط بتنشفها بفوتة المطبخ وفوتة المطبخ او فوتك انت الشخصية بترجع تنقل الفطر تاني يعني انت بتنشف والفطر بيبقى في الفوطة ولما بترجع تستعمل الفوطة تاني بترجعها الرجلك تلاقي الفطر رجع تاني طيب يبقى احنا كده ادي الغلطتين اللي بنوع فيهم والغلطة الاولى ان احنا ما بنشفش رجلي من الاساس والغلطة التانية لو نشفنا بنشف بفوتة وبنقرر العدوى تاني طيب الحل ايه احنا بتستعمل حاجتين نقط اسمها نقط الدرماتين علشان نعالج الموضوع دوت بتستعمل نقط ونقط الدرماتين دي من الحاجات الرخيصة جدا والموجودة في الصيدليات وما بيتعدى السعرها 6 جنيه دي بنستعملها الصبح بنحطها ما بين الصواب وفيه برضو لو فيه بضرة الدرماتين ممكن برضو تقوم بالدور بس انا بفضل النقط لانها بتمتص بسهولة والبضرة ممكن تستعملها خلال النهار في فترة الدور وبالليل هنستعمل كريم الدكتا كورت الدكتا كورت فيه مادتين مادة مضادة للفطريات ومادة مضادة للتهاب اللي هي القرطزون بتخفف الحكة والقلم علشان خاطر ما تغرش فيها ما تغرش فيها وتضيقك وتضطر انك انت تبني الفطر من مكان من مكان ايه بقى الموضوع الاهم في الموضوع ده كله هو تنشيف الرجل كويس جدا بس بمناديل ورائية بمناديل ورائية والمنديل ترميه ترميه كويس تتأكد من التخلص منه وترميه كويس لكن ما تستعملش فوطة حتى لو فوطة خاصة بك انت بتقول فوطي هنا الفوطة الخاصة بك انت بترجع تنقل الفطر تاني لرجلك يبقى احنا بننشف الرجل كويس بمناديل ورائية تماما ما يبقاش فيه نقطة مية مع كل تعامل مع المية لازم الرجل تتنشف كويس جدا يعني الناس اللي بتصلي خمس مرات وبتتوضى خمس مرات بعد كل وضوء تتأكد تماما انك انت بتمسك المنديل الورائي وبتحطه ما بين صوابعك وبتسيبه فترة يمص المية وتتأكد ان ما فيش مية خالص وبعد كده بتحط نقطة الدرماتين وتسيبها في الصبح بالليل قبل ما تنام بتنشف رجليك تماما لو فيه عرق او لو فيه اي شيء او اي نقطة مية بتنشفها تماما وتروح حاطة الكريم الدكتا كورت وبكده في خلال يومين ثلاثة بتلاقي الموضوع يروح وينتهي عندك وتستمر برضه على نفس طريقة تنشف رجلك ما تستعملش بقى الكريمات بعد ما الفطر يروح عندك بتهتم انك انت بس تنشف رجلك ليس بفوطة ولكن بمناديل ورائية والمناديل الورائية ما تقررش استعمالها تاني يعني حضرتك بتغسل بتجيب بقر مناديل او المناديل اللي بتتاخد دي كده وتحطها بين رجليك وتنشف فيها تماما والمنديل ترميه في السلة وتبعده عن اي حد عشان الفطر ماينتشرش في اماكن تاني ان كان الفيديو عجب حضراتكم ارجو انكم انتوا تشرفونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتعمل اعجاب بالفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اشكركم واتمنى ان اكون مفيد لكم ومع تحياتي دكتور محمد بالمجد قناة عالم المعرفة والطب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة